السلام عليكم وأهلا وسلام فيكم في قناة ناصر GamerZone إذا أنت كنت من اللاعبين اللي مهتمين في لعبة Throne and Liberty واللي هي واحدة من ألعاب الإمامول الجديدة اللي المفروض نشوف نزولها في الأسواق خلال الفترة القريبة جدا فهذا الفيديو رح يكون من الفيديوهات المناسبة لإلك رح أرجيك الآن كطريقة أنك انت تلعب هاي اللعبة من خلال طبعا الكمبيوتر وبنفس الوقت أنك انت تحصل على ترجم إلى هاي اللعبة للغة العربية بشكل كامل واللي طبعا هذا الحكي رح يكون بفضل برنامج باسم لاغو فاست واللي هم من السبونسر للفيديو اليوم طبعا برنامج لاغو فاست للي ما بعرفه هو برنامج بساعد على تخفيف اللاغ وتخفيف البنك اللي عادة بيكون موجود في ألعاب الملتيبلاير لأنه بعتمد تكنولوجيا جدا متقدمة بحيث أنه بشبكك مع أفضل السيرفرات اللي رح تخفف لك البنك واللاق وكل هاي الشغلات والقصص اللي عادة بشكوا منها لاعبين الملتيبلاير بالإضافة لبعض الميزات التانية اللي بتقدروا تفوتوا على موقع هذا البرنامج وتشوفوها وتدخلوا في تفاصيل الشغلات اللي ممكن تفيدكم في حال إذا حبيتوا أنكم تصيروا من مستعملين هذا البرنامج طبعا أنا ناوي إن شاء الله أعمل giveaway لكود رح يعطيك أكسس إنك أنت تستفيد من هذا البرنامج لمدة شهر فإذا أنت حبيت إنك أنت تدخل في هذا ال giveaway اكتب لي في الكومنت سلاقو فاست وإن شاء الله بعد يومين أو ثلاث أيام من نزول هذا الفيديو رح أعمل قرعة وإن شاء الله أتواصل مع الفائز ورح أرسل له هذا الكود واللي مثل ما حكيت رح يعطي أكسس إنه يستفيد من هذا البرنامج لمدة شهر طبعا فيديو اليوم زي ما حكيت رح أورجيكم إنه كيف نستفيد من برنامج لاغو فاس وننزل لعبة Throne and Liberty وبنفس الوقت نحصل على ترجمة كاملة لهاي اللعبة باللغة العربية واللي طبعا رح تصير عن طريق خطوات اللي رح أمشي معاكم فيها خطوة خطوة طبعا الطريقة رح تبلش من خلال دخولنا على هذا الرابط والآن رح أطي لكم الرابط تبعه في وصف الفيديو زي ما أنتو شايفين رح يأخذنا إلى المصفحة الرسمية لموقع لاغو فاس بشكل بآخر والآن رح ننزل تحت رح نشوف إنه في عيننا كلمة تنزيل مجاني والآن رح نضغط عليها ورح تنزل لنا برنامج LXE أو نحكي الملف التشغيلي تبع برنامج لاغو فاس طبعا الآن رح أورجيكم كيف إنه نعمل يوم تجريبي عمل باب إنه إحنا نحصل على نسخة تجربية من هذا البرنامج فرح نفوت على كلمة اللوج إن من الخيار الأعلى زي ما أنتو شايفين رح يقولنا إذا بدكم تعملوا اللوج إن عن طريق الإيميل أو التليفون يعني القرار قراركم فأنا رح أعمل إنه مبدئيا sign up عشان إنه نسوي حساب جديد بمجرد ما ندخل الإيميل طبعا رح يطعنا الخيار إنه إحنا نكبس الvertification code نطلب منه إنه يرسل أمر تأكيدي رح نقول له send الآن رح يرسل كود لإيميل تبعي بتحط الكود هون موجود في المكان والآن إحنا جاهزين نحط الباسورد اللي بدنا إياها إحنا الآن مبدئيا حصلنا على يوم مجاني الآن يعني موجود فالآن رح نبلش نفوت بلعبة throne and liberty إذا ما كانت كلمة throne أو لعبة throne and liberty يمبيني معاكم بالشاشة الرئيسية فبتقدروا فوق إنكم تكتبوا كلمة throne and liberty المفروض هاي بتطلع معنا يتأكدوا إنكم بتختاروا الكورية اللي هي السيرفر الكوري المنطقة الكورية بتقدروا تختاروا الجلوبال بس هذا ما رح يعني نحكي اللاغو فاس متخصص في النسخة الكورية فرح نشغلها بس إحنا الآن بدنا ننزل هاي اللعبة طبعا طريق التنزيل اللعبة بالشاشة هاي تبعت اللاغو فاس في على اليمين من هاي المنطقة رح تشوفوا هدول الأربع اختيارات رح ننزل برنامج اسمه purple launcher هذا برنامج ثاني هون رح يخلينا نشغل اللعبة طبعا الـ purple launcher رح يوخدنا على موقع تاني رح ننزل منه برضو أنا منزل الـ exe ومشغل البرنامج زي ما انتم شايفين هذا هو الـ purple launcher أو اللي نحكي المشغل الزهر مش ععرف صراحة شو بترجمتها المهم مش مشكلة طبعا بدنا نسوي شغلة إنه نختار لما نشغل الـ purple زي ما انتم شايفين نختار تايوان مش جلوبال اختاروا تايوان وكبسوا next الآن رح يشغل الـ Taiwan فالآن رح يقولنا بدناكم تعملوا sign up تعملوا اشتراك جديد عن طريق الـ browser عن طريق الـ browser login via browser فالآن رح يوخدنا لصفحة جديدة لموقع اسمه الـ NC soft رح تشوفوا إنه اللغة رح يكون فيه اللغة الصينية أنا ما أتوقع رح ننزل وندغط على الخيار الثالث رقم ثلاثة اللي هو رح يعمل لنا sign up for free إنه نعمل sign up طبعا اللغة بعرفش ده بتقدروا ترجموها مش متأكد بس اختاروا الخيار الثالث بعدين اختار الخيار الأول اللي هو كلمة الـ NC رح نختارها كلمة الـ NC زي ما انتم شايفين بعدين هون رح ندخل ايميلنا أول إشي يعملوا تيك على هاي العلامة بعدين حطوا الايميل اللي بتكون تشتركوا فيه فراح أحط الايميل تبعي اللي أنا استعملته عادي بتقدروا تستعملوا مو نفس الايميل اللي استعملته سابقا رح تقول له أكد هذا الايميل بمجرد ما يقول لك هاي رح تطلع لك رسالة بتوضح لك إنه فيه كود تم إرساله لهذا الايميل زي ما انتم شايفين ونعمل له الـ authentication بعدين هون رح يطلب مننا ندخل password بمجرد ما انكم تخلصت حطوا الـ password اللي انتم شايفين المناسب وتعطيكم التك بنقدر نفعل والآن رح يقول لك إنه الـ complaint نحكي registration completed فراح نختار getting started برضو رح يوخدنا الآن إلى صفحة تانية login نحط الآن الايميل اللي احنا استعملناه مجرد ما انكم تعملوا login رح نفوت الآن على الموقع هلا أتوقع رح يطلب مننا الآن نحط رقم telephone هذا يعني وسيلة من التأكيدات تبعته ما تخافوش يعني ما رح هون رح يقول لك شو التاريخ الميلاد تبعك رح يقول لك هون اكد لهدولة يعني الخطوات فانت بتعمل agree to all او بتكتب agree to all اتوقع بتكبسها لحالة بيعمل تكينج عليهم كلهم وعملنا sign up ثم انتم شايفين هيك احنا مبدئيا يعني قاربنا على الانتهاء هون رح يوخدنا للموقع تبع الـ NC soft احنا هون خلص هي خلصنا صار عندنا حساب بالـ NC soft وجاهزين فالآن رح نحول لـ purple software مرة تانية اللي هو رح نفوت عليه الآن باستعمال login via browser شايفين هيك رح يشبك معاه رح يشبك مع الـ login اللي احنا سويناه رح نرد ندخل الـ email مرة تانية المهم هي الـ per damage اشتغل اموره تمام فرح نفوت على الـ 4 مربعات my games طبعا رح تلاقوا اذا هون فاضي عندكم ما رح تلاقوا throne and liberty لانه انا قردي بحثت عليها اذا ما كانت موجودة بتقدروا تدور عليها بما تلاقوها browse games تكتبوا browse games هون بعدين بتبحثوا عليها رح تلاقوها مبدئيا بالخيارات الـ PC لما تختاروا على الـ PC رح تلاقوها اول واحدة يعني هي تعتبر الـ trending حاليا في العاب الـ PC فاذا ضغطوا عليها رح تاخدكم لهاي الشاشة يعني انتوا طبعا هون على اليمين رح يكون عندكم install game يعني رح يكون عندك تنزلها هي مساحتها بتاخد 78 جيجا فانت مباشرة رح انك انت تضغط عليها وتنزلها عادي تنزيل طبيعي انا هون اريد منزلها وبشغلها عادي في الوضع الطبيعي تبعي بما تشتغل جرد ما احنا شغلنا اللعبة رح تشوفوا انه اللعبة تبعتنا هي في اللغة الانجليزية بشكل كامل فالان اللي انا بدي اسويه رح اورجيكم الطريقة لانكم تستغلوا option التحويل للغة العربية وطبعا بشرط زي ما حكيت انه لازم تكونوا مشتركين الـ premium انا اعطوني كود لمدة 7 ايام عشان اجربوا واشوفوا الوضع فبمجرد ما انه نفعل الكود تبعنا ونصير مشتركين الـ premium بمجرد ما هذا رح نكبس نفوت على اللعبة اكدوا انكم تكونوا تفاتين على لعبة throne and liberty اوه بعدين في عنا بالقناة الـ game tools ها دول الاربعة منكتب منكبس هي هي one click translation اللي هي الترجمة في الضغط على اللي نحكي مرة واحدة او one click ها ازا ما تشوفوا شايفين منكبس عليها بعدين بعطينا الـ disclaimer هاد اللي هو النوعا ما موافقة منقول له ياس انا موافق منقول له شو بدنا نترجمها منقول له ترجمها للعربي فراح نختار اللغة العربية اكيد ونعمل له apply translation وراح يفعل الترجمة طبعا بشرط تكون اللعبة طافية وراح يقول لك انه تم ترجمة اللعبة بشكل صحيح وبعدين طبعا رح نرجع الى صاحبنا اللي هو اكيد صديقنا اللي هو الـ purple رح نقول له انه شغل اللعبة تبعتنا وهي هاللعبة زي ما انتم شايفين اشتغلت انا صراحة الترجمة العربية تبعتها مش كتير راضي عنها هي لا تعتبر احسن ترجمة ممكن نشوفها مفروض هون كلمة start بس مش عارف ليش مترجمينها موضع المهم رح نقول له sign up for security رح نقول له الان مثلا انه انا موافق عشان الاجراءات الامنية هون رح يطلب منك انك انك اول مرة بتدخل اللعبة رح يقول لك شغل تليفون عساس هاي نوع من انواع الاثنتيكيشن هاي اجراء مرة واحدة رح نصير بعدين رح يقول لك انه هذا اسم البرنامج الجهاز تبعك عفوا اللاب توب او الكمبيوتر رح نقول له اوكي احنا مبدئيا يعني جاهزين ندخل اللعبة بشكل او بآخر نعذروني العاب اللي ما هو بشكل العام ما بلعبهم يعني ازا امجد اذا بدت طلع عمري يعني ما لعبت العاب قوية هون نقطة السيرفرات يعني سيرفرات معينة ممكن تختاروا اي سيرفر يعني هدولا متن بيقول لك تعزيز زياد يعني بدنا بحسنو لك اداء اللعبة اكتر اذا انك انت حاب تفوت عليهم هدولا بعرفش صراحة شو الفرق بيناتهم خلينا نفوت متن على كاليس اتوقع يعني المهم زي ما انتم شايفين هون بتقولنا نختار جندر فانا دائما بختار صراحة بحب العاب الالعاب الانثى فخلينا نبلش اللعبة يعني هي لعبة امم اوف بالطريقة بصير تضرب انت بتقولها اضرب وهي بظلها تضرب متواصل الى حين ما انك انت تعطيها امر تاني غير هيك وانا بدا نبهكم لشغلة ضرورية واغلبكم يمكن يوقعوا في هذا الفخ انه كيف تكون تحولوا لا الاسلحة البعيدة المدى هلا راح اورجيكم اياها طبعا هون زي ما انتم شايفين راح تبلش لعبتنا فانتو بتعطيها امر بالي تعطوها امر فزي ما انتم شايفين لحالها راح تضلها تضرب عبامكم باطن تعطوها امر تاني غير هيك يعني هي راح تضلها تضرب شاشة عم بتحكي لكم كيف تتعاملوا معها بتخفزوا باللسبيس هلا لا قدام شوي راح تشوفوا ان اللعبة راح تقول لك اذا بدك تبدل الاسلاح البعيد المدى اكبس اللي هي كبسة اللي جنب رقم واحد هاي الكبسة اللي هي نقطة او حرف الذا ديروا بالكم انه ما تكون الكتابة تبعتكم في اللغة العربية اهم اشي انه الكتابة الكيبورت تبعتنا تكون مش باللغة العربية انه اذا كانت لغة عربية عمره ما راح يتحول المؤشر الى اللي نحكي الاساسهم او الرماح فمشانك تأكدوا انكم تحولوا اللغة الانجليزية عساس انه لما تكبسوها انها تحوي صديقتكم للساهم هلا راح تشوفوا كيف يعني لسا الان راح يصير في هذا المقطع راح هنا يقول لك انه اضرب راح يعطيك شو بدنا نكبس بيقول لك اكبس كيو عساس انها تعمل بلوكينج هنا اللعبة راح تنبهك على نحكي الخارق اللي نحكي الخيارة افوا انك انت تعمل بلوكينج اذا شفت في ضربة زي ما انتوا شايفين نقدر نعملها بلوك انه لازم انك انت تسوي بعض الشغلات عساس انك انت تحسن الاداء تبعها زي ما انتوا شايفين انا عمدت بلوك مثالي وبعدين بحكي لها ضلك اضربي عبما نشوف اذا ممكن يعمل لنا هجمة زي ما انتوا شايفين بس انا غتلت عليه قبل ما يكمل الهجمة تبعته انا ما راح اتعمق كتير في اللعبة عشان ما بدي يكون مدة الفيديو طويل بس اللعبة صراحة من الواضح انها جميلة هلا هون راح يهجم علينا هذا الوحش اللي من بعيد هون اللعبة راح تقول لكم حولوا لا السهم اللي هو من نقطة بالكبسة حرف الذا زي ما انتوا شايفينها اذا كنت حاطط عربي ما راح تتحول صديقتكم لا الاسهم فمشان يغيروا لغة الكتابة للانجليزي عساس بس انكم نسوي الشغل يعني بس هي فقط هاي النقطة حبيت انا بيها لانه ما كانت كتير واضحة صراحة انا استغربت اللعبة بتقول لي اكبس الحرف الذا وانا بكبسه بس ما كانت المهم فتأكدوا انه لغة الكيبورد في هاي اللحظة او يعني في اللعبة اذناء لعبتكم خليها تكون عربي او انجليزي عفوان عساس انه تقدروا تبدلوا ما بين الاسلاح السيف واسلاح اللي هو هذا السيف والنشاب القوس والنشاب ومن بعدين راح نوصل الان الى مقطع راح اصير فيه كاتسين راح نحكي لنا اللعبة انه تحول للشكل هذا السريع الذئب اللي اكيد راح نفيد استفيد منه في تقدمنا واكتشافنا للعالم اللي هو لقدام وشفت لقدام وشفت نضغط عليه ومنتحول الى هذا الشكل بنقدر برضو حتى انه بعدين هون لازم نهجم على هذا الوحش هاي معركة اوتوماتيكية لازم تصير اساسا نقاتله كل هذا يعني التوتوريال للكم يعني هون بعدين راح نشوف انه صديقتنا تم الاستحواذ عليها في الشيش راح تقدروا تعملوا لانه هاي هي الاشي الطبيعي اللي لازم نصير اساس انكم راح اصير فيها لهذا الزلم ييجي انقذنا وبعدين هون بيقولنا انه انه موتوه بس انا هون تأخرت لازم انه بمجرد ما تحررت ان انا مباشر طبعا في ضربات تقدروا تسووها واحد واثنين وتلاتة هدول مؤشرات تحت يعني القرار قراركم انتو هون اصحاب اللعبة تقدروا بالشكل المناسب انكم تلعبوها بعض راح تصير واللعبة راح تدخلكم بعدين طبعا اللعبة ازا ما حكيت راح تنزل بشكل كامل يوم سبعتاش تسعة يعني احنا الان عم نلعب بنسخة فعليا بس طول ما انت من مستعملين فهذا راح تكون هاي اللعبة مبدئيا بالشكل المجاني للك يعني ما راح تضطر انك انت تدفع اشي في مقابلها هون راح تطلب منك اللعبة تسمي حالك شو ما بدك تسمي وامورك تمام يعني مبدئيا الاسم من الواضح انه مستعمل راح نقولها اي اشي وافقت راح نقولها اي اشي وهيها وافقت وهيك امورنا تمام وطبعا بتقدروا تكملوا بعدين اللعبة فانا هون راح اوقف من باب انه اوقف عشان ما يكونش مدة الفيديو طويلة فالمهم هادا هو الفكرة بحسننا البوست بحسن ما اللي مش عارف احكي بحسن اللاق والبنك يعني بقلله المهم هادا هادا يعني كان هاي فكرة تبعت الفيديو انا زي ما حكيت اول مرة بعمل سبونسر بشكله باخر او بكون مدعوم من قبل اي حدا وهذه صراحة اشي ايجابي يعني لاغو فاس شكرا لهم لدعمهم وشراكتهم ودعم يعني نحكي السبونسر تبعهم لهذا الفيديو فهي الفكرة العامة يعني ان شاء الله تكون الامور واضحة وتسطركم اياها بابسط اشي ممكن زي ما حكيت رحمة لانه give away ان شاء الله لكود فاكتبوا لي في الكومنتس لاغو فاست اكتبوا لي في الكومنتس لاغو فاست وان شاء الله بعد يومين ثلاثة ايام من نزول الفيديو ان شاء الله رح نعمل قرعة واعطيكم الكود وبعدين تنطلقوا المهم شاكل لكم المشاهدة سامحون اذا طولت عليكم نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى تاني باتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة